عزيزي برج الثور أنت عزيزي طيب حانون تحب الاستمتاع بالحياة طبعا كبرج طرابي أنت جميل أنت جميل من داخل ومن برا وكذلك تحب جمال الآخرين وتقدر الناس الطيبة وخاعد ما أتكلم عن الجمال تعرفون أني دائما أتكلم عن جمال الروح وليس جمال المظهر لكن عندما يكون عندما تكون الروح جميلة فطبعا الوجه يكون أجمل بكثير وخا أنت عزيزي ذكي أراك هادئ ذكي أنا أتكلم بطريقة عامة وخا عن طاقتك بطريقة عامة يعني ستكون منظم مرتب واثق من نفسك يعني كتعرف فين كتحط رجليك تعرف أين تضع قدمك وكتعرف يعني ما الشيكتعرف واثق يعني أي طريق تريد أن تمشي فيه تفهمون نياك إذن أراك كذلك عزيزي إسعاد الآخرين لماذا؟ لأنك سعيد ولماذا أنت سعيد؟ لأن استحدث لك أشياء جميلة نعم وهذا غد يعطي لك واحد طاقة ونظرة جديدة للحياة وستتعامل مع الأشخاص بطريقة عجيبة وخا يعني جميلة جميلة بزر هذا العام سيكون عام جميل نواصل في أراكا تريد أن أراكا مسؤول بزر تعمل تعمل وتبذل مجهود كبير لا ترتاح لا تستسلم ماذا كانت المواقف والأمور لا ترتاح حتى تصل إلى قمة الجبل عزيزي برج الصور كذلك أراكا سي رومانسي رومانسي بزاف وتبني قصص جميلة قصص خيالية رومانسية مع الأمير أو مع أميرتك لا تنسوا أنها قراءة للنساء والرجال وتبني قصور لا تبني قصر واحد قصر واحد لحبيبك ولك ولحبيبك تبني قصور في السحاب أراك إيجابي إيجابي بزاف وعندما تستيقض فشكة نضمنعس قبل ما تفتح عينك تبتسم يعني في الصباح قبل عندما تستيقض قبل أن تفتح عينك أنت تبتسم الإبتسامة مرسومة بفضل هذا الإيجابية العجيبة الله جميل جميل فرحانة فرحانة بزاف من أجلك عزيزي برج الثور وخا تشبث بهذا الطق الإيجابية أرجوك فسيحدث لك شيء عجيب هذا العام سيكون عامك يعني سلس وسهل وجميل وكل شيء يعني الماء سيتدفق في النار بطريقة عجيبة وسحرية وكل ما رسمته في خيالك عزيزي برج الثور سيتحقق إن شاء الله بإذن الله والحمد لله آمن يا رب العالمين واصل الله فرحانة أفرح بزاف هكذا أريدكم هكذا أريد أن تكون تعليقاتكم وخا إيمان أنا هكذا أنا حصلت على هكذا وحدث لي هكذا هذا هكذا ستكون إن شاء الله هذا العام نأفلمي هذه التعليقات ستكون إيجابية وحصلت لكم كل ما أراه هنا إن شاء الله يربي الحبيب نواصل فرحانة فرحت بزاف هذا العام عزيزي كما قلت سيكون عام عجيب مختلف تماما على العام اللي فت تبتسم للحياة كما تبتسم لك الشمس كل صباح وتقول صباح الخير صباح الخير لكن بابتسامة بواحد الفرح بواحد الشغف بواحد كما أنك يعني طفل صغير خلقتها وتريد أن ترى أشياء جديدة وتتعلم أشياء جديدة وتتعرف عن ناس آخرين مهم إيجابي إيجابي بزاف تبارك الله عليك عزيزي برج الثور الله زوين من نسبتي للعامل والدراسة لمن يدرس ولمن يعمل أرى بداية عمل جديد نعم هناك تغيير تتكلم عن التغيير لا عمل فرص عجيبة الله 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 ما هذه القراءة الرائعة والجميلة الله سعدتكم برج ثور قراءة عشرة لعشرة ماشي عشرة مئة لعشرة بالنسبة للعامل والدراسة البعض منكم سيبدأ عمل جديد نعم تغيير هنا يتكلم عن التغيير للأفضل لذلك عزيزي إذا توقفت عن عمل لا تحزن لا تكلم ما تدخلش في هاد الدائرة السلبية لا 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 لأن ما وراءه شيء عجيب فرصة دهبية فرصة ديامون يعني مشغل الدهب والجواهر والياقوت والماس وخا هذه الفرصة وخا كنوا إيجابين دائما لأنك أنا أراك هنا هاد العام تركز تركز بزاف وتعرف ماذا تريد لذلك لا تتشاهم إذا كنت هناك بعض الصعوبات ما ترقوليش ما تطحوليش لا تسقط قوموا وخا لأن ما وراء هذا شيء جميل ألوان خضراء وخا بعد المرحلة الجفة اليبسة مرحلة خضراء وخا لذلك كونوليا إيجابين سيلفو بلي البعض منكم سيبدأ مشروع جديد وأنت واثق من النجاح وهذه الثقة ستفتح لك أبواب النجاح هذه الثقة هي مفتاح نجاحك عزيزي برج الثور وبالنسبة للدراسة هناك البعض منكم يريدوا أن يبدأ دراسة عليا جديدة أو مهن جديدة والنجاح وكذلك هو عنوان هذا العام عندنا جوج دي الكلمات رومانسية كبيرة ونجاح كبير سواء في العامل في الدراسة في المهم في الجانب المادي وخا هذا العام عام الرومانسية والنجاح المادي والنجاح في كل الأصعيدة عزيزي برج الثور لذلك لا تستسليم أرجو وخا اللتي نسيت محطة هادو واحد واو 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 والله والله على قراءة والله بخصو وخا قد نحكي لكم ونشاح لكم إذن البعض منكم عزيزي ربما ستصلكم رسالة رسالة محتوىها إيجابي قد تفرحوا لي بزاف وخا قد تكون دعوة للسفر أو للعمل في بلد آخر أو بلد أجنبي لهذه الكرة تتكلم عني الانتقال وعن الرحيل وعن الصفر لمكان بعيد أو قريب لكن أرى ربما لبلد آخر وخا والآن سأدرع للحب لأمو غلاب أمور ما تحبونه في الأغلبية وخا لكن تطلبوا مني أني أقرأ لكم عن الجانب المادي أنا دائما كنركز في ما هو روحي وعاطفي لكن أعرف أن البعض منكم يحب أن أني يستمع للجانب المادي فأنا أتكلم عن المال والنجاح كذلك وخا هذا ما رأيته بالنسبة للعمل للدراسة وطاقتك يعني جنغال في هذا العام وخا وكل شيء إيجابي وجمل سعدتكم أجمل قراءة لحد الآن وخا بالنسبة للحب عزيزي برج الصور أراك تدعو الله أن يجمعك وفي العام اللي فات كذلك يعني دعيت الله بزاف وطلبت من الله كثيرا وأكثرت من ذكر الله والاستغفار والكارت تقول لي أن الله يمنح لك رعاية وحماية وعطاء ورزق وهذا ما رأيناه وخير واسع الرحمن الرحيم ينزل عليك رحمته لذلك أشكر الله يا حبيبي أشكر الله أرجوكم فالله جميل الله طيب معنا لا مش الشغير طيب طيب هي كلمة صغيان يعني ليس لها قيمة الله ذو طاقة عظيمة ولا تعرفون ما يفعله الله من أجلنا لذلك أحيانا الإنسان ليس سعيدا لأنه لا يقدر حب الله لنا نواصل الرحمن يعرف أنك عانيت كثيرا عزيزي برج الثور لكن كل هذه المشاكل وكل هذه الصعوبات هذا العام إن شاء الله غد يمحيها بهذا بلاجوم هكا يعني بطريقة سهلة سيمحيها بطريقة سهلة جدا وسحرية الله سحر عجب طبعا سيخذ في كل الآلم عزيزي القلب سيفرح سيفرح لذلك افرحوا لي يلا يخليكم شوفوا شوفوا يلا شوفوا هذه القلب سيفرح نعم تقولوا لإيمان أنت لا تتكلمين عن ما هو سلبي ولا تقولين الحقيقة عن السلبي نعم يا الله سيد غادي نقولكم دائما هناك حسد هناك ناس تريدون أن نغرق في الحزن تريدون أن نيأس مثلهم لكن لماذا سأركز أنا في هذه الناس علاش لا تبالل هذه الأشياء لا تركز خليهم يزرعوا القرمة دي الحيتهم ماشي شغلي ماذا يروحا ماشي شغلي يعني في هذه الناس أنا أركز في حياتي عزيزي أنا أتكلم عني يعني أتكلم عن ركز في حياتك ماذا تريد تريد حبيبك بجانبك تريد قصة خيالية عجيبة أرسمها يعني ركز فيما تريده ليس فيما لا تريده ماشي شغلي نعم هناك هناك فئران هناك سم هناك فساد هناك غيرة وحسد ماشي شغلي عباد الله لا تركزوا في هذه الأشياء اتركوها كونوا يعني لا تقاوم خليهم يديروا اللي بغاو وخا خلي كما يقول هاد الأغنية جتلي أنا أتكلم جتلي الأغنية ديال الشاب مامي خلوه يهضروا أنا نبغيك ونسيتها أنا نبغيك مهم نسيت ديال الشاب مامي هاد الأغنية الذي تتكلم عن الحسد نسيتها شفتوا مهم جت هي رسالة سماوية الأغنية ديال الشاب مامي قديمة ووو ووو خلوه يهضروا يعني يتكلم عن الحسد وهذه الطاقة التي تتدخل بين العاشقين دائما يريدون تدمير ما هو جميل لكن الحب أقوى أقوى لأن الحب ليس هناك أقوى من الحب لأنها طاقة سحرية لأنها طاقة سامية عندما يحب الإنسان يشعر بوحد يعني روحه تتغير تكون اللطف والطيبة وسبحان الله هي هو شيء أجيب وجميل الحب وخا يغير الإنسان لأفضل ولأفضل وخا نواصل أنا نبغي كنتي تبغيني ما على بلش شبرايهم وياها المهم طبعا شمامي كيغني بالجزائرية وأنا ربما بعض الكلمات ما كان يعني ما كان نبقهاش مزيان المهم كنحب شمامي بزاف 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 وكنحب كذلك هات الأغنية اللي كيغنيها مع استينك لأنها روحانية بزاف هذه مدة طويلة وأنا نحوزها مهم غزال غزال لأنها موسيقى روحانية وعميقة ديب ديب يعني تدخل الأعمق واخا اليوم نتكلم عوضة عن برج الثور نتكلم عن شب مامي لا أدري ما هو برج شب مامي ربما برجه هو الثور لا أدري المهم جالية نواصل القراءة يا إيمان قلنا أن الله غادي يخرج كل ما هو سلبي من حياتك لذلك وقلبك سيفرح هذا العام عزيزي برج الثور واخا ربما أنت عيشت تجربة ربما تجربة سلبية العام اللي فات واخا والله يسألك عزيزي برج الثور هل ما زلت تحبني أيها الكائن الجميل هل تثق في خالقك الله يتكلم من خلال هذه التجارب عزيزي برج الثور الله يتكلم معك هل ما زلت قويا هل تؤمن بحب الخالق هل تؤمن بأن الله دائما معك واخا هل قلبك سليم عندما يكون قلبك سليم هذا يعني أن الله موجود في حياتك في روحك في عمق كيانك واخا وكذلك وكذلك يسألك الرحمن هل تردت هل تردت الله من قلبك يا كا أيها الكائن الجميل وعوضته بالسلبيات واللون الأسود لا طبعا لا لا أنت متشبث بالرحمن أنت متشبث باللطيف الحميد لأنك تعرف أنت على يقين أن الكون يخدمك أن الله يحميك يعلمك من خلال هذه التجارب يعلمك عزيزي الله لطيف الله لطيف الله نعمة في حياتنا لذلك لنحس بهذه الحب السماوي الحب الإلهي يجب أن نشعر به لتكون قويا وسعيدا الله يعلم ما بداخلك عزيزي برج الثور لكن يدعوك للصبر والرضا وبفضل هذا كل هذه الإيجابية التي تكلمت عنها من قبل يعني في الأول فأنت يعني ستفتح عينيك ستفتح عينيك سترى أن كل ما رسمته في خيالك سيتحقق أراك مع حبيبك جالسين جالسين يدك في الده ينظر إلى عينيك تعيشاني مواقف لحظات رومانسية عجيبة 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 جميلة بزف كما قلت هذا عام الرومانسية والجمال وخا النجاح عفوا ستعيش لقطات جميلة جميلة بزف كذلك هناك تغيير وتطور في العلاقة هذا عزيزي سيكون عام رائع عادة نخصلك فعام رائع هناك من يغار نعم لكن أعيد لماذا أنا لماذا سأركز أنا في هؤلاء نعم يغارون يغارون من هذا الحب الجميل وهذه الطاقة طاقة تعيسة شكما من جديد يعودون بحل ترميناتر دائما يعودون لكن خليهم خليهم لأنها في الحقيقة هذه الطاقات وهذا الشكما وهذا الحس أدر بخليهم لنا لأنها نعم بخلي يجب أن نحبهم لأنها في الحقيقة تقوي الرابط كلما أبعدوه الحبيب كلما أبعدوه يعني كلما أبعدوه الحبيب بحل لاستيك كيف نقول باللغة العربية الفصحة هذا المطط الأبيض الرقيق لاستيك كيف يجب أن يقومون بتمديده وماذا يحصل في الأخير يعني يعود بوحد القوة عنيفة وهذا ما سيحصل مع حبيبك هناك حب جميل هذا الحبيب يدافع مسكين يدافع رغم التدخل رغم الطاقة يعني هي طاقة قوية تؤثر يعني في هذه العلاقة لكن الحب أقوى وهو يدافع لماذا؟ أنه يريد الحفاظ على جنته على بستانه الجميل والوردي الذي هو أنت عزيزي وخف لا تبالي عزيزي للطاقة لا تبالي لطاقة الحسن لا تذكرها أبدا لا تذكرها في حياتكم لا تتكلموا عنه ولا عنها ولا عنهم خلوهم كن متأكد أن هذا الحبيب أول وآخر إنسان في حياتك لأن هنا حب جميل الحياة ستجمعكما هذا الحبيب سيكون لك شوفوا النهاية دي القراءة نهاية رومانسية تتكلم يعني كل كارت إيجابية هذا الحبيب سيكون لك وأنت له هذا سيكون دائما في حياتك مثل ما تكون الشمس التي تظهرش حقا مثل ما تكون الشمس دائما حضرة في السمائنا دائما وخاها كذا هذا الحبيب لك وأنت له الحياة ستجمعك بالنسبة أعيد بالنسبة للأمور خارجية لا علاقة لها بالمشاعر هو يحبك يحبك ويحبك وكن على يقين لذلك أكثر من ذكر الله والدعاء هذا الحبيب يحبك دعم تخلص من الخوف حبيبتي تخلص من الخوف كوني قوية عزيزي تخلص من التفكير السلبي هذا الحبيب سيضحي من أجلك هذا الحبيب مستعد يا حبيبتي ليهيب لك كل شيء كوني هانية غير كوني هانية ارتاحي لي عيش حياتك بهذا الضقل الإيجابية اللي قلتها لكم في البداية وإذ لم تكني هكذا فكوني هكذا أنا أأمركم أنا أكونوا إيجابيين وستطرون النتائج في الآخر اللي يخليكم تخلصي من التفكير أرمي هذا التفكير القبيح هذا هذا التوطر وهذا الشي اللي كيلوث الطاقة ديالك أرميها برا أوت فورا دعو لا تبالي بما هو سلبي أرجوك فقط ركزي ركزي في الإيجابي 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 والحب والعاطفة والنجاح والرومانسية هذا عامك سيكون عام رومانسي وقلوا لي أنتم إذا كان لديك حبيب فسيعيشك أفضل لحظات إن لم يكن لديك حبيب فستعيش قصة حب عجيبة رومانسية بحل الأفلام ديال الأفلام الهندية وهذا الأفلام السحرية العجيبة أفلام الحب وقا هذه هذا هذا سيكون دقتك عزيزي برج أفضل هذا العب هذا الحبيب أراه يضحي من أجلك مستعد مستعد يدير ذلك الشيء اللي بغيته ليسعدك لذلك لا تقاوم الأمور كوني مرتاح يعني كوني مثل الماء كما أقول دائما لا تقاوموا أي شيء خلوها تكون كما شاء الله وسترون وادعو الله كثيرا أصير الإيجابية والدعاء واطلب من الله ما شئت أدعوه تمنى فأنا أرى هنا بداية هذه تقلم عن بداية جديدة بعيدة عن كل هذه الطاقات الحسد وأن هذا الحبيب يحلم بحياة سعيدة معك لأنه نصفك الآخر وخا قراءة رائعة ألخصها قراءة عامك سيكون أعيد عام الرومانسية أرجوكم رسموني هذه الإيجابية اللي شفتها هنا وخا طبعوها في العقل اللواء العقل البطني وسطرون النتائج لأنك أنت من ترسم حياتك ترسمها في عقلك وبروحك والكثير وبالإيمان في الخالق أنه يحبك ويريد الأفضل لك وترضى بما كتبه الله لك وأن الأشياء التجارب السلبياية في الحقيقة يعني الله يعلمنا يعلمنا لماذا لأنه يحبنا وخا قراءة عجيبة قراءة عجيبة مربيوز والآن غادي نشوف لكم جملة أو لا أدري باللاتي خليوني وخاية اشتركوا في القناة